انا اكتر الناس تأثيرا في العالم هم الناس المعطائين اللي مش الناس اللي بياخدوا واكبر مثال فرح السيد خلينا نتعرف عليها اليوم بالمبادرة الرائعة اللي قامت فيها صباح الخير فرح صباح اللون اهلا وسهلا فيك فرح انا كتير سعيدة انه اتعرف عليك ويعني ما بقدر انكر انه مبارح انا بحكي معك على التليفون تقريبا دمعت ادي حققتوا قصص نجاح انتي وزوجيك من خلال مبادرتكم سكينة اللي هي مبادرة سكينة لتمكين الايتام هلا فرح انتي اشتركتي ببرنامج ملكة المسئولية الاجتماعية وتأهلتي للمرحلة الثانية بها المبادرة عارفيني اكتر على المبادرة اللي لك عم تشتغل عليها تقريبا عشر سنين مبادرة سكينة لتمكين الايتام هي مبادرة بتوعنا بفاقدين السند الاسري احنا بنشتغل معاهم بتأمكينهم وتأهيلهم بلشت بها المبادرة من قبل عشر سنيا بسنة ال2006 كنت كل اشي صار بمحط الصدفة كنت كتير احب الكوميونيتي سيرفس وبلشت فيه بعدين بس عرفت انه فيه ناس من الايتام ما عندهم اي سند لاعم ولا خال ولا اي حدا اليهم في الدنيا كتير الموضوع اثار اهتمامي واخد كل حياتي صراحة حتى غيرت مجالي كنت دارس بزنس وفاتحة محل اواعي ببيع وبشتري سكرته وقررت اني اتفرغ لهذه القضية وفعلا كتير لقيت وقتيها كتير تشجيع من الاهل ومن كل حدا حوالي بالذات الوالدي والدي وبعديها بسنتين تعرفت على جوزي وهو بيشتغل معاي بنفس هذا الشغل لقيته هو كمان كتير بساعد الايتام بنيمهم في بيته بيدير بالو عليهم واهلي كمان كنا يعني فعلا عبل ما نلاقي سكن للبنات او للشباب بمرات نضطر انه نيمهم معان في بيتنا وطبعا هاد واجبنا وهم اخوانا واخواتنا وبعدين قررنا بسنة الالفين وعشرة انه قدمنا للوزارة وفتحنا الجمعية عملناها جمعية رسمية وبمساعدة كتير ناس بحييهم مساعدة الدكتور محمد حلايقة معالي الدكتور محمد حلايقة ومعالي الوزيرة لينا عناب كتير في ناس اشخاص ساعدونا ودعمونا وبعدها بهذه المرحلة كانت كل اياتها العشر سنين كتير ساعدنا فيها شباب وبنات من ناحية السكن من ناحية ان نحميهم من التشرد من ناحية التعليم من ناحية المهارات الحياتية يعني كل اشي عموما اي بني ادم بحتاجه على اساس يوقف على الجريكة انسان طبيعي تمام هلا لازم احنا نأكد انه فاقدي السند الاسري هم بيكونوا بمراكز متخصصة لا رعايتهم ولكن بعد 18 سنة هم بيطلعوا ولكن في كتير منهم نتيجة ظروفهم طبعا احنا منشكر دول الرعاية على كل واجباتها اللي بتقدمهم ولكن في منهم بيطلع عندهم مشاكل ممكن تعليمية عندهم مشاكل نفسية انه هم فاقدي السند الاسري فهون بحب اعرف منك فرح البرامج اللي عم تعملوها لهاي الفئة هلا احنا زي ما حكيتي عن انه هم بعد ما يتخرجوا على 18 سنة هلا لما تلاقي ام عندها ام معجوزة وعندهم عشر اولاد بتلاقي انه التركيز يعني قل ما بتقدر تعطيهم حقهم بالطريقة الا اذا فيه كتير ناس عم يساعدوها فبالمراكز فيه عندنا المشكلة انه ما عنده سند اسري فيه بيصفي انه هو يعني يعني بهيك هذا مش بس في الاردن في كل العالم مهمل من ناحية التعليم من ناحية الاجتماعية والنفسية فاحنا دورنا كمجتمع يعني انا بدي احكي كل المجتمع انه لما يزوروا المراكز مش بس يودوا شكولاتات او هدايا كمان كمان يتفعلوا معهم اجتماعيا يكون فيه كفية الحقيقي مش بس يبعث المصاري الله يجزيهم الخير كمان ممتاز انه يبعثوا مصاري كل شهر بس برضو يكون فيه علاقة متينة مع الطفل يحاول قد ما يقدر انه هذا كتير بينمي فيه التطورات واسكلز لاله للطفل هلا احنا بعد 18 سنة اللي منقدموا لهم اول اول اشي منعملهم تقييم كامل على نفسيته على تعليمه على كل اشي منشوف هو لوين واصل لما نشوف هو مثلا ضعيف كتير بالقراءة والكتابة منقدم له تعليم خصوصي بتعليم غير نظامي من درسه قراءة وكتابة من نرجع من دخله على منهاج المدرسة وممكن يكمل معانا للتوجيه بس اهم اشي يرجع يقرأ ويكتب ويعرف كيف يقرأ ويكتب لانه هذه المهارة اي شغل بتطلبها طبعا وكتير منكم خلتوهم ياخدوا توجيهي اه كتير منهم اخدوا توجيهي كتير منكم رجعتوا خلتوه يلتحك بالمدرسة نتيجة الدروس الخصوص اللي اعطيتوه اياها اللي امنتوه اياها واخدش هذا التوجيه وقدر بعدين يشتغل تمام غيرها والتعليم الغير نظامي اصلا ما بزبط غير لما تأمني له سكن نعطوهم الدعم في سبل العيش اول اشي السكن ويكون مرتاح بالحاجات الاساسية سكن ومصروف بعدين التعليم الغير نظامي والدعم الاجتماعي والنفسي والقانوني يعني ممكن اذا كان عنده صراع مع القانون او مشاكل على السريع من حطوله محامي كان عنده مشاكل نفسية من حطوله دكتور كان عنده مشاكل اجتماعية من حطوله لايف كوتش واغلبهم بدهم لايف كوتش عشان يتعلموا مهارات الحياة الاساسية طيب هلأ كيف عم بتلاقوا الدعم الناس اللي عمالهم اللي عم بكفلوا هالأشخاص كيف عم توصلوا لهم لو كيف عم بتجيبوا الدعم احنا من أول ما بلشنا عم نعتمدين على الدعم الفردي يعني كل شخص من جيب له كفيل بنحكي للكفال اللي حولينا انه في عنا هيك اشخاص في عنا واحد يدراس في عنا واحد بد يسكن وكتير فيه اهل الخير بيساعدوا بهذا الحكي وهلأ بلشنا بدنا المأسس الجمعية هذا حلمنا وطموحنا بدنا المأسسها على اساس يصير فيه دعم كامل لبروجيكس ولمشاريع عشان نقدر نغطي اكبر فئة لانه احنا مع اللي عم نعمله عم نغطي فئة قليلة لانه الدعم فردي مش مش مشاريع كبير هلا في عندكم كتير قصص نجاح ممكن اكترها انه واحد من هالشباب الفاقدي السند الأسري هلا عم بدرس طب سنة رابعة مصبوط بيروسيا بتواصل معاكم كل ما يعني انتو بسببكم بسبب دعمكم خليتو تتغير حياتو يدرس الطب ممكن يكون مستقبله كتير ومفتوح للإيجابية طبعا هلا احنا اللي بنعمله لما جدنا هذا الشاب شاب كتير شاطر ويشتغل على حاله كان كتير حابب وطموح ويدرس طب عطناها الفرصة رجع عاد توجيهي كمان مرة وجاب علامات أعلى وقتيه جبنا له الكفيلة والكفيلة حكت انه هي راح تغطي مصاريفه كان جوه الأردن أو خارج الأردن وفعلا هيا الهلا هو كتير شاطر وعم متفوق كمان وعم بيجيب أعلى علامات في روسيا وبعد ثلاث سنين ان شاء الله بدي يرجع وحكي انه هو صار متطوع معانا كمان بسكينه وبدو يدرب وبدو يساعد إخوانه اللي أصغر منه في كمان قصة نجاح كمان جدا مؤثرة انه أحد هالشباب الفاقدي استند الأسري كان بالسجن وطلع من السجن ورأسا هو حكى مع زوجك لانه بيعرف انه جوزك دايما بيعرفه شخصيا لانه كتير بيساعدهم فاحكيلي كيف تغيرت كيف غيرت وساهمت بتغيير حياة هذا الشاب من لما طلع من السجن هو حقيقة من هو بالسجن حكى مع جوزي انه هو بالسجن هو بده فرصة وبده حدا يساعده ولانه ما فيه في سند أسري ما بقدرش يوكل محامي لحاله بقدرش يعمل ولا إشي فعا سريع وكلنا له محامي على طريق العاون القانوني وظلنا متابعين مشكلته لعبال ما طلع من السجن وأول ما طلع على سريع عطنا فرصة بسكن وعملنا له مهارات حياتية دربنا وشغلنا وهلا هو كتير إنسان مستقر لو بيشتغل ثلاث سنين وبيطلع مصروفه بديو يتجوز وكتير يتغير يعني 360 درجة زي ما بحكوا فأنا بحكي للمجتمع أن كل إنسان لازم ياخد فرصة كل إنسان بستاهل ويستحقل أنه ياخد فرصة يعني ما في إشي اسمه أنه هذا كان في السجن أو معناته خلص راحت عليه لا بالعكس يعني أثبت حاله وإحنا كتير ساعدنا ولما أدى الفرصة استغل هالفرصة بطريقة كتير منيحة ودار باله على حاله وهلأ الحمد لله هلأ هو في صدد أنه بديو يتزوج كمان هلأ هو سبب أنه دخل السجن لأنه كان بنام بالشارع ما كانش عنده محلي نام فيه طبعا فأحكي لي كيف كان شكل الحياة شكل الحياة أي بني آدم هذا معروف هذه الدراسة بتعرض أنه للتشرد اللي هو بنام في الشارع بنام هون وهون أكثر من ثلاثة أسابيع فهو معرض للجريمة بشتى أنواعها الجريمة مش معناها بس أتى الجريمة مثلا صرقة مخانقات نزاعات مع الشباب التانية نزاعات مع القانون مخدرات كل اللي شتى أنواع الجريمة فأي بني آدم يعني غصبا عنه وصل لمرحلة التشرد لازم إحنا نساعده فهو فعلا صار عنده صراع بالقانون بأكتر من مشكلة نزاعات مع شباب تانيين وسرقات يعني غصبا عنه عايش بالشارع بالضبط وبعدين وما في توجيه وما في رعاية وما في تأهيل فصفى أنه لما دخل على السجن وطلب منه هاي الفرصة على السريع أنه إحنا لبيناله إياها وجبناله محامي وداروا بالهم عليه وبس طلع ملنا له الأشياء الأساسية اللي بحتاجها أي إنسان ولما أخذها كثير تحسن وكثير صار آدم شخص مستقر وستيبل في الحياة طب هلأ إذا ناس عم بيسمعونا وبيحبوا أنه يدعموا جمعية سكينة لدعم الأيتام كيف بيقدروا يتواصلوا معاكم وكيف بيقدروا يدعموا إحنا في عنا بيج على الفيسبوك وفي عنا ويب سايت وفي عنا رقمنا هلأ أبعرضه على الشاشة 078-011-18-11 هذا رقم الجمعية بيقدروا يحكوا معنا ويدعموا 078-011-18-11-81-81-81-81-81-81-81 078-81-81-81-81-81 081-81-81-81-81-81-82 بالضبط هذا تليفون الجمعية وعندكم صفحة في الفيسبوك اسمها سكينة سكينة بالضبط سكينة لدمكين الأيتام تمام بيقدروا يتواصلوا معكم بالضبط تمام فرحة لأبي برنامج بملكة المسئولية الأجتماعية تأهلت للمرحلة الثانية وكنت هناك وانت حامل بالشهر التاسع فقادي هذا يعبر قادي انت متفانية ومآمنة بهذه القضية هلأ شو ممكن يصير معاك بالبرنامج هلأ احنا بالبرنامج اتهلت للمرحلة الثانية وبالشهر السبعة اخذونا على مصر كنت بأول التاسع آخر التامن وفعلا اصريت اروح بعد طبعا مستشرت طبيبي الطبيب حكالي انه كل اشي ستيبل بس ما تطولي يعني فرحت انا جوزي بدعم من جوزي ساعدني يعني لولا انه اجي معايك مستحيل اقدر اروح فرحت وعملت المقابلات وفيه ايش اسمه مرحلة التحدي خلصت والحمد لله بنجاح فأبو هلأ بشهر 12 رح تطلع النتائج الاخيرة النهائية تمام امتا رح نشوف الحلقة الحلقة بتسعة اتناش الحلقة النتيجة النهائية وفيه حلقة بأول اتناش باثنين اتناش او تلاتة اتناش مرحلة اللي رح يصفوا فيها النهائيات اوكي تمام اذا احنا رح نشوفها على رؤية بالظرط اكيد طب قليلي من خلال ما هو لحظاتك يعني لك عشر سنين عم تشتغلي مع هدول الايتام سواء بدور الرعاية او لما بيتخرجوا من دور الرعاية شو بتحسين وإحنا كمجتمع لازم نقدم لهم اكتر من ما يقدم لهم لازم نساعد في التفاعل الاجتماعي معهم ضروري كتير ضروري الكفيل ياخدهم يدير باله عليهم مش بس ماديا كمان معنويا يعني يحاول قدر المستطاع مثلا ممكن فيه كفلة ياخدوا معاه بالعيد يتغدى معاه مع ولاده كفلة يزوروه بس مش بس الموضوع مادي يجبولوا لعبوا يعززوا فيه الاشياء الغلط يعززوا فيه الاشياء الصح يعلموا الثقة بالنفس يعلموا التعامل مع الناس اللباقة الحكي الاحترام التقدير وكل ما أعطاه تقدير اكتر كل ما هو عرف يقدر حاله اكتر ويقدر الناس اكتر ويوقف له يعني يكون سند لإله احنا حتى مع مأسست الحسين هذا من اهم نشاطات سكينة عملنا بحث اسمه بحث عن فاقدي سند الاسري غيرنا فيه كتير محاور بطل اسمهم مجولين نسب سيسم فاقدي سند الاسري في القانون واصرينا انه هاي الفئة المجتمع عملنا بحث عن المجتمع كيف بتعامل معها وكيف مدى تقبلوا لإلها وجدنا انه لأسف كتير فيه ناس ما بتقبلوا هاي الفئة وبيوصموهم وبيلوموهم على زنبهم وما ما قلهم دخل فيه فمن هون انا بحكي انه احنا فسمينا الحملة مش بلا سند الاردن سندي عشان النادي الاردن انه انتو الاردن احنا اهل العزة والكرم واهل النشامة احنا نكون سند لهدول الاشخاص طبعا مجتمع واحد واي ثغرة بتصير هي بتنعكس على دائرة اكبر كتير من محل ما بيصير الغلط انا هون بيقودني لسؤال طب شو وضع الفتيات يعني ممكن الشاب يكون بقدر يوقف على اجري اسهل يسكن لحاله يتعلم شو وضع الفتيات من هاي الفئة؟ الفتيات كتير بدهم دعم طبعا يعني احنا برجع بقولك بما ان احنا مجتمع النشامة لازم نوقف معهم لازم ندعمهم بسكن لانه البنت كتير ضعيفة وفنربل فاذا اي اش ممكن يأثر عليها واي اشي اذا صفت بالذات اذا اتعرضت للتشرد كتير راح تضيع البنت راح تضيع من بين ايدينا فاحنا البنات بالذات كتير من حاول نعطوهم فرصة اولى وتانية وتالتة وعاشرة وفرص طول الوقت لانه بدهم رعاية كتير كبيرة وبدهم سند من كل المجتمع واي حدا بشوف هدول البنات مفروض يعتبرهم زي اخوات ويدير بالو عليهم ما يتعرضوا للاستغلال فهذا اشي كتير مهم يعني هو حرام يدفعوا ثمن غلطة مش غلطتهم هم مش زنبهم اه طبعا اللي صار واكبر كمان مثال الشاب اللي انقصتوه يعني اعطتوه فرصة وهذا اشي كتير رائع بالذات يمكن لو انتوا ما كنتوا موجودين وما ساعتوه ممكن هو كان يرجع للغلط انه ما بيلاقي وبيضل يدور في دائرة مغلقة ولكن وجود ايدينا اللي ساعدته وانتشلته وحطط له محامي وهلأ عم بيشتغل يعني عم تعملوا عمل انساني في بنت بالضبط في بنت نفس الاشي كانت برضو متعرض للتشرد للجريم يعني الاستغلال واول ما حكت مانع السريع برضو لما اعطناها فرصة كتير تغيرت وتجوزت هلأ وعندها اولاد فضروري المجتمع يعطيهم فرصة وضريره المجتمع يتقبلهم وضريره المجتمع يكون سند ليلهم اكيد منشكر وجودك منشكر جهودك رائعة فرح السيد انت وزوجك وان شاء الله بتحصلي على اعلى المراتب وتلاقي الدعم اللي بلزم لها الجمعية حتى بقيت الفعل تقدروا تساعدوا اكبر عدد ممكن من هذه الفئة شكرا فرح السيد اهلا وسهلا فيك شكرا للمتابعة ما تنسوا تشتركوا بالقناة ليوصلكم كل شي جديد اشتركوا في القناة